اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي غطت تكلفة حوالي 708 ألف جهاز فقط اضاف تاني في تصريحات صحفية ان السبب التاني ان عدد طلاب المنازل غير محدد دول طلاب بيجوا بيسجلوا دخول الامتحان قبلها بشهر وبكده احنا ما نعرفش عددهم كان ده ماشي ده والله هم السببين مقنعين بس انا كان نفسي الطلبة كلهم ما يبقاش فيه فوارق طبقية بين الطلبة في حكاية جلس التابلت ده بالنسبة للسببين يبقى السبب الاولان ان حدود الميزانية والسبب التاني ان دول بيسجلوا قبل الامتحان ما نعرفش عددهم كان المزير برضو تابع انك هزيت اجلس التابلت تم توزيع طلاب النظاميين وطلاب الخدمات والدمج والمعلمين وبعض الاداريين وقالك الهدف منها اللي احنا نعمل يعني فرصة اتاحة فرصة متساوية لكل طلاب في شتى انحاء الجمهورية للاطلاع على محتار رقمي المتاح في بنك المعارفة المصر وقالك اداء الامتحان اداء الامتحان اكتروني بيمنع تسريبه الغش واداء اختار التصحيح والكلام ده كله وهنشوف الكلام ده في شهر خمسة ان شاء الله وقالك الوزارة اختارت جهاز تابلت له مستوى خاص وعالي من الجودة فعلا وما استرخصوش وتعقدهم مع سامسونج وجبنا جهاز جايز بتحمل تلات سنين مع الطالب وفعلا ده اللي هيحصل وقالك هيئة تسليح قوات المسلحة هي التي اجرت التعاقد بناء على مواصفات حددتها وزارة التربية والتعليم يعني معناها ان قوات المسلحة هي اللي عملت التعاقد بناء على المواصفات اللي وزارة التربية والتعليم قالت فده حاجة في امان يعني حاجة مضموعة ان شاء الله منتظرين كل جديد ان شاء الله مع الدكتور طارق الشوقي مع وزارة التربية والتعليم مع التعليم عموما لان احنا نتمنى التعليم يكون اعلى حاجة في مصر كلها لان هو الرأس المدبر لكيان الامة كلها وكيان الدولة كلها من صلح تعليمه صلح باقي اجهزة المجتمع كلها ان شاء الله ننتظروا كل جديد في قناتكم قناة أجيل اندلوس وأي جديد إن شاء الله على القناة يخص التعليم وخص أي حاجة لمصر إن شاء الله موجودة إن شاء الله في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضا لا تنسى دعونا في لايك